باعات تاتيك مباشرة من قناة شرق نيوز مشاهدين أهلا بكم وفي موضوع نقاشنا لنهر اليوم تستمر فعالية الطبعة الحادية والثلاثين لمعرض الانتاج الجزائري مسجلة هذه السنة ارتفاعا في عدد المشاركين بخمسمائة وثمانين مشارك وستنظم خلال هذه الطبعة عدة لقاءات حول منطقة التجارة الافريقية الحرة كذلك عن تنظيم المشاريع وأليات دعم شركات الانتاج من أجل تصدير في متابعة أيضا وموازاتا مع هذا ورابط الاربعة الاف وسبعمائة مشروع استثماري تم تسجيله بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ استحداثها في الفاتح من شهر نوفمبر من سنة ماضية الوكالة سجلت أيضا تسعين مشروعا فقط يضم شركات أجنبية وهذا ما بين مشاريع استثمار أجنبي مباشر ومشاريع استثمار في إطار الشراكة لعدة أسباب مشاهدين هذه النقاط سنناقشها أولا مع ضيفنا سيد محمد اختراوي مسير مؤسسة خاصة معنا مباشرة في البلاطو أهلا بك معنا أستاذ أهلا وسهلا شكرا على هذه الاستضاءة ونرحب أيضا بنبيل جمع الخبر الاقتصادي حاضر معنا مباشرة عبر سكايب أهلا بك معنا أستاذ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضاءة وسعيد تمسان سيد نبيل جمعة مشاهدين في البداية نتحدث أولا عن هذه الطبعة طبعة الحادية والثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري هذه سنة أستاذ خضراوي سجلنا ارتفاع في عدد المشاركين اليوم المعرض فيه خمسمائة وثمانين مشارك أنتم تشاركون في هذه الطبعة الاعتقاد سائد أن هذه ليست المرة الأولى التي تشاركون فيها في المعرض كيف كانت المشاركة هذه السنة أو في أي ظروف يجرى هذا المعرض؟ كانت المشاركة هذه السنة يعني مشاركة يعني جيدة نحن كل سنة نشارك في هذا المعرض لأن معرض هذا الذي يفتحنا المجال أن نكون متواجدين أمام المستهلك الجزائري نعرض منتجاتنا نعرض طاقاتنا نعرض مشاريعنا المستقبلية إن شاء الله ومنتجاتنا ستكون في المستقبل إن شاء الله ونحتك أيضا بالممولين والموردين المتواجدين على التراب الوطني والأجانب وليما لا الممولين والموردين المتواجدين في الصالون نقطة مهمة مشاهدين وهو ما سنتطرق إليه أيضا مع سيد نبيل جمعة أستاذ نبيل جمعة جميل عندما نتحدث عن الصالونات عن مختلف المعارض خاصة كهذا المعرض الذي يتحدث عن إنتاج الجزائري وجود ممولين وموردين دعنا نقول أنه في نهاية المطاف ربما تبقى هذه هي النقطة الأهم إذا كان المستهلك أو المواطن الجزائري يعرف منتجات بلده نحن الآن بأمس الحاجة إلى ممول وإلى مورد يعرف كيف أن يصل بالمنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية وخاصة الإفريقية منها نعم كما يقول لك من منا لا يعرف الدور الذي يلعبه المعرض خاصة وهو وجود شركات الوطنية بهذه الحادثة الكبرى الاقتصادية وكذلك الشركات الخاصة وكذلك الخواص وشفنا في هذا المعرض العديد من كما يقول لك الشركات الخاصة التي كانت في غير معروفة شفنا حتى في التقدم العلمي وشفنا شركة من البوليدة عندها كما يقول تقدم العلمي في الطباعة طروادي شفنا العديد شفنا من كل شركات تجارة تسويق العديد من الشركات تعرق منا شفنا حتى بالنسبة للجانب تطور العلمي شفنا لدرون شفنا العديد هذه أول مرة وين نشوفه كما يقول لك أروقة العرض قطاع الصناعة الميكانيكية الحديد والصلب الناسيج الجنود الملابس شفنا العديد من المنتجات الوطنية لما كناش نشوفها من قبل خاصة عودة قطاع الناسيج والصناعات الميكانيكية شفنا الخواص شفنا واحد الخاص كان حتى تكلمنا معه كان استدعية من جي عشرة ليحضر لأنه در رؤية اقتصادية لسنة 2035 وكان استدعية في اجتماع جي عشرة وهذا مهم للجزائر لأنك يصبح عندك خواص في الصناعة الإلكترونية وفي الصناعة المتقدمة هذا كما يقول كيندل على شيء فإنما يدل على التطور نعم there we go نعم طيب سيد نبيل جمعنعود حقيقية مع المستثمرين لتوسيع نشاط الشركات خاصة صغيرة والمتوسطة منها أكيد هو مشاركتنا شاركنا في الطبعة تقريبا اللي شاركنا فيها هي الطبعة العاشرة يعني لو لا لم يقدم هذا المعرض يعني فائدة للمؤسسة لم يكننا نشارك يعني كل سنة فيها إيجابيات فيها اتصال مباشر مع المستهلك فيه اتصال مباشر مع الموردين ونلمس كل سنة أن المستهلك الجزائري دائما يبحث على المنتجات المحلية لذات جودة يعني مقبولة في السوق الجزائرية ودائما يحب يجرب المنتجات الجزائرية في بيوتهم يعني حتى أنه تسمح لهم يشروا منتجات جزائرية بأسعار يعني معقولة وذات جودة ويكتسبوا ثيقة أكثر في المنتجات الجزائرية طيب سيد خضراوي نذهب إلى المحاور الأيام الدراسية أو الملتقيات أو الندوات التي ستنضب خلال هذا المعرض هذه اللقاءات التي ستعرفها طبعا الحدي والثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري تتحدث خصوصا عن منطقة التجارة الحرة الإفريقية وعن تنظيم المشاريع وعن آليات دعم الشراكة عن آليات دعم شركات الإنتاج من أجل التصدير ربما نتوقف في نقطة الأخيرة سيد خضراوي اليوم أصبحنا نتحدث عن آليات دعم شركات الإنتاج من أجل التصدير هل يمكن أن نقول ربما بهذا أننا انتقلنا بطريقة أو بأخرى إلى مرحلة أخرى من الدعم لا نتحدث عن دعم الشركات من أجل إنتاج ولكن عن دعم هذه الشركات من أجل التوجه نحو التصدير هل يمكن أن نقرأ في هذا أنه هو توجه رسمي جديد مثلا أكيد هو ما لمسناه من سلطات العليا البلاد أنها دائما تنظم المستثمرين ندوات وتطرح فيها الأشياء التي تقدر تقدمها الدولة للمستثمرين حول التصدير بما أن موجود الكثير المستثمرين في الجزائر وراح يكون في يوم من أيام السوق متشبع من منتجات الجزائرية لذا رح يكون فائضة إن شاء الله في المنتجات الجزائرية لذلك الأبواب التصدير هي مفتوحة والدولة فاتحة أبواب التصدير يعني تقدم تسهيلات ممكن ما نحسوها حاليا لكن رح أكيد رأي مدروسة وتعود بالخير أسوأ على المستثمرين أو على سلطات الجزائرية ولما لمسناها أخرى لتشجعها هي تشجع التصدير فتح اعتماد بنوك في الدول الإفريقية التي تزيد ثقة يعني تخلينا أحنا كمستثمرين أن ندخل إلى مجال التصدير لأنه موجود بنوك لترافقنا وتضمن الأموال لما نقوم بعملية التصدير سيد خضروي الآن نعرف ماذا يحتاج المستهلك الجزائري هل نعرف ماذا يستهلك أو ماذا يحتاج المستهلك في البلدان الإفريقية الأخرى؟ هل نتحكم في الأسواق الإفريقية في حاجياتها في أذواق مستهلكيها؟ بما أننا ننتمي إلى قارة إفريقية يعني حتى الاستهلاك متقارب يعني مش مختلف تبقى هناك فروقات في مجالنا مثلا فروقات في نوع التركيبة البشرية يعني تختلف من منطقة إلى منطقة يعني مش صعب أن إنسان لما ينوي بشيء يقوم بالتصدير يدرس السوق الدولة اللي ينوي فيها التصدير يدرس السوق مش صعب أنك تنتج منتجات خاصة يعني لذلك الدول جميل جدا سيد خطراوي سنعود إلى هذه النقطة لتفصيل أكثر فيها قبل ذلك عودة إلى الأستاذ نبيل جمعة متواجد معنا مباشرة عبر سكايب أستاذ نبيل جمعة الطبع الحديث والثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري تتحدث أيضا وتنظم عدة لقاءات حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية من خلال هذه اللقاءات نفهم ويتبين لنا أن ربما هدف السلطات من خلال تنظيم هذا الصالون أو الهدف من هذه الطبعة هو ولوج الأسواق الإفريقية وإيصال المنتجات الجزائرية إليها نعم بالفعل إحنا كنا شفنا مسبقا أن رئيس الجمهوري يمضى اتفاقية في فبري 2021 في منطقة التجارة الحرة الإفريقية واليوم شفنا بدأت كما يقول لك المنتجات تظهر خاصة بعد فتح بنك في موريطانيا وبنك في سنغال وكذلك فتح النقل الجوي وكذلك البحري وهذا كذلك فتح لشوروم في موريطانيا وفي سنغال لولوج المنتجات الجزائرية التي لا يخفى على أحد أن هذه المنتجات لها كما يقول لك تنفسية كبيرة من جانب الجودة ومن جانب السعر وما تريده الجزائر هو الدخول في هذه الأسواق والمعرض كان كما يقول لك كانت هناك تدخلات عن ناشطات من طرف ممثلين كل وزارة التجارة كانت وزارة الاقتصاد والمعرفة المؤشسات الناشئة كانت التعليم العالي وشفنا داروا لأول مرة داروا كيف يصنع الدرون الجزائري بالنسبة للرأي بالنسبة للفلاحة لهذه كلها تساعد للدخول بسهولة في الأسواق الإفريقية لأن الأسواق الإفريقية كان فيهم مشكل كبير هو المخاطر استرداد الأموال لكن اليوم بعد فتح بنوك جزائرية هذا يعطي ضمانات كبيرة في الجانب المالي والجانب التجاري واللوجيستي للمنتجات الجزائرية حتى لا تتلف وحتى يمكن استرداد الأموال مباشرة إلى البنوك الجزائرية وهذا ما يعطي وهذا ما يعطي للمصدرين الجزائريين تيقة كبيرة مئة بالمئة في الونوج إلى الأسواق الإفريقية سيد نبيل جمعة سيد نبيل جمعة نعود لتصريح أدل به اليوم وزير تجارة طيب زيتوني عن هذا الموضوع حين قال قال إن التبادل التجاري لا يزال أقل بكثير مما نصب إليه فجميع الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن معدل التجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة أي ما يعادل اثنين بالمئة فقط من التجارة العالمية سؤال إليك سيد نبيل جمعة هل للمنتجات الجزائرية حظوظ لكي ترتقي بهذه النسب إلى مستويات أعلى نعم لأن الجزائر كانت غائبة ثلاثين سنة الماضية كانت غائبة على الأسواق الإفريقية مباشرة اليوم بعد الولوج إلى هذه الأسواق رحين نشوفوا في السنوات القادمة خاصة بعد الإنجازات التي أنجزت خاصة مناطق الحرة مناطق العبور الطريق تعزويرات كل هذا رح يساعد المنتجات الجزائرية لعندها طلب كبير سواء في موريطانيا سواء في سينغال أجري الدراسات وين المنتج الجزائري اليوم أصبح يدير تنافسية حتى المنتجات الأوروبية خاصة في زيتون خاصة مواد غدائية خاصة مواد مصنعة أصبحت لأنها ما يخفاش عليك بللي اليوم الإنتاج في السوق الجزائري رو أقل تكلفة في الطاقة بسبع مرات عن الأسواق العالمية هذا ما يعطي تنافسية للمنتج الجزائري خاصة سواء كان مواد غدائية أو كانت مواد مصنعة وهذا ممكن في المدى المتوسط والقريب وين نشوفه منتجات كبيرة تخرج لإفريقيا حتى رئيس الجمهورية تدخل مؤخرا وطلب باش تكون هناك إحصاءات باش ما تروحش كل سلع الجزائرية إلى هذه الأسواق طيب سيد نبيل جمعة نعود إليك سيد محمد خضراوي إلى سؤال آخر أو قبل ذلك أعتقد أنه بصفتك مسير مؤسسة جزائرية خاصة تنتج إن صح التعبير أعتقد قبل المرور إلى نقطة أخرى ربما لديكم ما تقولون للدفاع المنتوج الجزائري هل يمكن أن يجد له ذلك المكان الذي ننتظره في الأسواق الإفريقية وهي هذه السوق التي تعرف أيضا تنافس كبير بين العديد من البلدان من أكبر البلدان المصنعة تريد دخول إلى إفريقيا من آسيا من أوروبا ومن غيرها هل المنتوج الجزائري يمكن أن يحظى بمكانة مرموقة فيها بالطبع شاركنا في معرض في موريطانيا والتمسنا وشوفنا المتعامل الاقتصاديين في موريطانيا أنهم يحبوا المنتجات الجزائرية ويحبوا يعني يقتنوها كان مشكلة أنها مشكلة هذا التحويل البنكي لكن إن شاء الله في سنة 2024 راح تبتحنا أفاق هذا الاعتمادات البنكية اللي كانت في الدول الإفريقية وحقيقة يعني المستهلك الإفريقي عامة يحب المنتجات ولمسنا هذا يعني حتى في السينيغال كان عندنا زملاء ينشطوا سينيغال يقولوا بأن الأفارقة يحبوا المنتجات الجزائرية لأنها تقريبا تشابه المنتجات التي يستهلكها الشعب الإفريقي وهذه ميزة أخرى تضاف إلى الميزة التي يمكن أن تساعد المنتجات الجزائرية في قلوج الأسواق الإفريقية سيد خضراوي نذهب إلى نقطة أخرى نتحدث على الميدان الآن في طبع الحادي وثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائرية هل فيه موردين مهتمين وجاءوا لتصدير منتجات الجزائرية نحو إفريقيا هي موسط صافيكس تقوم ما شاء الله من كل سنة بتقديم بإيصالنا وتقريبنا من الموردين كانت تعمل دعاية وتستدعي هذا من الموردين إلى معرضها وكانت نتصالات مع الموردين وكان عندهم نية أنهم يبحثوا على قائمة الأسعار على المواصفات المنتوج على قائمة المنتوج وعندما في اتصال حتى الناس الذين مشاركين في المعرض حتى مستثمرين أخرين عندهم انتصالات ونلاحظوا في المعرض أنه كان حركة حركة اقتصادية كان حركة موردين اللي يحبوا المنتجات الجزائرية نحو السوق الإفريقي طيب سيد محمد خدروي بما أننا نتحدث عن تصدير المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية دعنا نعود إلى نقطة في غاية الأهمية وهي نقطة أيضا تطرق إليها رئيس الجمهورية خلال افتتاحه هذا المعرض بذكره وبتجديده على أن عمليات التصدير لا يجب أن نباشر فيها حتى الانتهاء من الإحصاء الوطني للمنتجات المتوفرة وهذا لعدم خلق تذبذب في السوق انصح التعبير سيد محمد خدروي كيف يمكن أن تكون هذه العملية وكيف يمكن أن نحفز هذه المنتجات التي حققت اكتفاء في الأسواق لتوجه إلى الخارج هل يجب ضبط قائمة هل يجب مثلا إعطاء تحفيزات لها لمنتجات دون غيرها كيف يمكن ذلك أكيد أنا كانت عندي اتصالات مع مستثمرين في عدة مجالات وكانت منتجاتهم مشبع السوق الجزاري يعني باكتفاء ذاتي لأنه مش كل منتجات عندها اكتفاء ذاتي في السوق الجزاري أما فيه منتجات غير أساسية عندها اكتفاء في السوق الجزاري فيه مجموعة من مستثمرين كنا على اتصال مع بعض وإن شاء الله قررنا إن شاء الله أننا ندخل للسوق كموردين ومستوردين في تلك الدول يعني نفتح نقاط بيع ونجتمعوا في نقاط بيع ونأخذ المنتجات هذه لتعنا ليرى هي فائض في السوق الجزاري ونسوقها في السوق الإفريقي جميل جدا نعود إلى سيد نبيل جمع الخبر الاقتصادي معنا مباشرة عبر سكايب سيد نبيل جمعا نبقى دائما في ذات النقطة جميل أن نتحدث عن تصدير منتجات الجزائرية نحو الخارج لكن لا يجب أن ننسى ذلك الميزان بين الوفرة وبين التصدير نعم باش ما يسراش هناك تتبدب في السوق شفنا مؤخرا في سنة 2020 وين صدروا البيض الجزائري بعد ما كان سبعة دينار أصبح عشرين دينار اليوم هذا هو المشكل المطروح اليوم لازم نديروا كمقاعدة بيانات بالنسبة باش نصدروا الفائض الجزائري لكن هذا على المدى القاصير لكن في المدى المتوسط يمكن التجار الكبار يديروا كما يقول يديروا عملية ممكن كي تكون عندك قيمة مضافة زائدة ممكن تصدر من الجزائر وتستورد من بلد أخرى كما الدول متطورة كما أوروبا كما أمريكا عندها البورتقال تصدروا مباشرة وتستورد البورتقال آخر بأقل تكلفة وهذا يعمل في تسويق الدولي معروف تجارة الدولية وليوم الجزائر ما زال ما عندناش قاعدة تعبينات بشتحك وهذا هو الأهم سيد نبيل جماعة في هذه الحالة كيف يمكن أن نحصي هذه المنتجات وكيف يمكن لنا أن نعرف ما هي المنتجات الجاهزة لتصدير والتي حققت اكتفاء ذاتي خاصة ودعنا نقول سيد نبيل جماعة أنه نشهد أحيانا في الجزائر ربما موضة عند المستثمرين أو عند المنتجين أحيانا نسجل أرقام قياسية في منتوج ما وسنة التي بعده نسجل فيه ندرة نعم لماذا؟ لأن مشكلة تعدعم المشكلة كما في دول متطورة بالنسبة لإنتاج الفلاحي والزراعي هناك سنوات كي يكون سنوات مطمرة الفلاح يربح لكن السنة لبعدها كي ما يربح ما يزيد يخدم في هذيك لازم هنا تدخل السلطات وزارة الفلاحة وزارة تجارة باش يقدموا له الدعم باش يواصل في الأخر احنا ما عندناش هاد سياسة الدول الأوروبية تمد دعم مئات مليار دولار باش تقعد في السوق تعلقمح فرنسا تمد مئات مليار دولار دعم للفلاحين تعلقمح كي تكون سنة غير مطمرة يدعموهم احنا ما عندناش هاد سياسة لازم ننشؤوها باش ندعم الفلاحين الجزائري اليوم الفلاح يقول لك كيما من قيمة الموضافة كيما من البنزين غالي لازم نديروله الدعم المباشر باش نزيدوا انتاج الجزائري باش نصدروا الفائد اليوم لازم سيد نبيل جمعة بعد هذا الدعم ربما الفلاح الجزائري او المستثمر الجزائري بصفة عامة سواء في مجالات صناعة او غيرها من المجالات الاخرى سيد نبيل جمعة يحتاج ايضا المستثمر الجزائري الى قاعدة بيانات الى تقديرات لكم يستهلك السوق الجزائري مثلا كم يحتاج من كذا او كذا نعم قاعدة بيانات او كان طلب رئيس الجمهورية قال ناطقكم كل قطاعات تنسيق بين القطاعات وكان طلب في 54 نقطة باش تكون الرقمنا اليوم ستة اشهر مرت ما زال ما شفناش نتائج رام او محلو قاعدة بيانات في وزارة المالية ما زال قاعدة بيانات اخرى بين وزارة تجارة بين جمارك بين ضرائب وبين عند الفلاحين وعند الصناعيين كل هذا ارباب العمل اليوم لازم نستنجوا ارباب العمل باش يوجدوا احصائيات دقيقة لماذا؟ لانا الاحصائيات القديمة غالطة علاش لانا كانوا يطلبوا منهم احصائيات باش يمدوا لهم الدعم والناس كانت تكدب اليوم لازم نروحوا للميدان بالرقم مباشرة باش نعرفو في القاعدة البيانات الحقيقة بدون دعم لازم لانا زمان في القديم كانوا يقولوا لهم اش حال عندكم الانتاج باش يطلبوا لهم لبيستيسيد وكانوا يكدبوا اليوم لازم تروح للميدان وتدي معكين مهندسين الله يبارك اليوم الجامعات يخرجوا مهتين وخمسين الف لازم نروحوا للميدان ونديروا احصاء حقيقي باش نديروا الدعم المباشر للفلاحين باش ما نضلموهم نعم سيد نبيل جمعة يبقى معنا سنعود اليك بعد لحظات من الان قبل ذلك نتوجه الى سيد محمد اختراوي معنا هنا في البلاطو سيد محمد اختراوي نتحدث عن طبع الحدية والثلاثين لمعرضي الانتاج الجزائري هذه طبعا انطلقت قبل ايام ولن تنتهي اليوم امامنا يوم الجمعة والسبت ايضا في خلال هذين اليومين ربما يعني الايام الاخيرة من المعرض يوم الخميس والجمعة والسبت هناك فيها توافد كثير توافد كبير من المستهلك الجزائري لدائما كان يعودنا انه يحضر بقوة في هذا المعرض خاصة مع حلول وتزامن مع ايام الاولى من العطلة وامنا ان المستهلك الجزائري يعطي ثقة اكثر في هذه المنتجات الجزائرية لان حقيقة سواء منتجات ننتجوها او منتجات المتعملي اقتصاديين بدت تنافس بعضها وتقدم منتجات يعني ذات جودة ذات تعليب ذات يعني هاي كاليتي يعني انصح القول نعم جميل جدا هذه النقطة التي تطرقت اليها سيد خضراوي لماذا؟ لاننا بعد قطع بعض سنوات من غلق الاستيراد في المواد الكمالية ظهرت منتجات جزائرية عددة في الاسواق اليوم المستهلك الجزائري تعرف على عدة مركات وعدة علامات تنشط فيما يسمى بالمواد الكمالية او تلك التي تدخل في الاستهلاك المباشر والأولي والضروري للجزائري على سبيل المثال ونسح تعبير ولا ندخل في الاشهار المواد الغذائية المحولة بعض الحلوية أيضا بعض مواد تجميل وغيرها أستاذ هذه مواد جديدة تعرف عليها الجزائري من خلال مركات الجزائرية دعنا نقول أنها قطعت أو نالت بعضا من ثقة شريحة كبيرة من الجزائريين سيد خضروي سؤالي لك بعد مرور هذه السنوات كيف يمكن لنا أن نحكم على تجربة غلق الاستيراد في هذه المواد التي وصفناها بالكمالية تجربة غلق الاستيراد هي سلاح ذو حدين كان سلاح ذو حدين لأنه كان يحارب العشوائية في الاستيراد كان يحارب الاستيراد الغير مقنن وحتى السوق كانت متذبذبة نحن كمستثمرين في الصناعة في الجزائر كانت السوق معناش مكان ننافس فيه المواد الأجنبية لأنه كان المستهلك الجزائري يثق كثيرا في المنتجات المستوردة بعد هذا الغلق لنا فرصة أن نفرض وجودنا نتقرب أكثر من المستهلك وعطينا فرصة للمستهلك أن يجرب منتجاتنا والحمد لله جابت نتيجة وعطانا دافع أنه دائما يبقى الاستيراد هذا مغلق حتى ولو مؤقت أنه نحسنه في جودة المنتجات ونقدمه منتجات حانا والأهم سيد خضروي في هذه السنوات المنتج الجزائري هل تحسنه؟ المنتجات ذات جودة عالية ما شاء الله ومنافسة حتى للمنتجات المستوردة حتى أصبح المستهلك الجزائري يقتني المنتج الجزائري جودة وسعرا فرق كبير ما بين المنتج المستورد لحقيقة هو عنده قيمة إشهارية تسويقية أكثر منه جودة ونفهم من هذا الحديث إذا تحسنت جودة المنتج الجزائري دعنا نقول أن في ذلك اليوم لن نخاف من الاستيراد أبدا يصبح فيه المنتج الجزائري لا يخاف من منافسة الشركات العالمية أكيد حتى في وجود مؤخرا عودة الاستيراد تدريجيا لاحظنا أن المستهفى الجزائري داما يبحث عن المنتج المحلي لأنه تعرا وجودة ومتوفر دائما في السوق سيد خضروي سؤالي لك هذه المرة إذا حقق المنتج الجزائري قفزة ووتيرة متصاعدة نحو الأحسن كيف يمكن أن نحافظ على هذا الزخ المستقبل نحافظ عليه بالدعم أولا سلوطة العليا البلاد تقدم الدعم في كل مرة يعني كل سنة تقدم الدعم والدعم يكون من الجانبين أن يدعمنا المستهلك الجزائري باقتناء هذه المنتجات كما تدعمنا الدولة في الأمور الأفضلية في البنوك وأفضلية في القوانين يريد شرحها كل سنة جميل جدا سيد محمد خضروي مشاهدين نعود مرة أخرى إلى سيد نبيل جمعة وكما تبعتم معنا في البداية في مقدمة هذه الحصة موزاتا مع هذا المعرض سيد نبيل جمعة هناك ما يقارب 4700 مشروع استثماري تم تزيله بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ استحداثها نتحدث عن 4700 مشروع استثمار جزائري سيد نبيل جمعة بينما في نفس الوقت هناك 90 مشروع ضم أجانب ما بين مشاريع استثمار أجنبية مباشرة ومشاريع استثمار في إطار الشراكة سيد نبيل جمعة 1470 مشروع في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في غضون تقريبا سنة كيف ترون هذا الرقم؟ نعم هذا الرقم راجع إلى قانون الاستثمار ليخرج قانون 18-22 ليعطى امتيازات كبيرة لمستثمرين الجزائريين خاصة في مجال الفلاحة ونتكلم رئيس الجمهورية لكن مولو 90% المستثمرين في الجانب الاستراتيجي كالقمح ونباتات زيتية والسكر كل هذا شفنا 4 ألاف و4 ألاف قليل جدا بالنسبة للجزائر 4 ألاف غير كافي العدد 15 مليار دولار الجزائر عندها عجز تعل استثمار يصل إلى 300 مليار دولار اليوم كما قلت هذه بداية سنة أولى ممكن رح نشوفه في السنوات المقبلة استثمارات كبيرة لماذا؟ لأن اليوم السوق الجزائري يطلب استثمارات كبيرة في السوق باش نغطي عجلة الاقتصاد الجزائري 4 ألاف ومئتين هذا بداية سنة أولى وحتى بالنسبة الاستثمارات الأجنبية كان يقولوا بلي هناك بين 90 و120 مشروع جديد بين الشاركة وبين الاستثمار مباشر هذا رح يفتح الاستثمارات الأجنبية لأنه في قانون الاستثمار كان مادة سبعة كانت تكلم على امتيازات كبيرة وخاصة نعرف وخاصة نعرف أن الاستثمار في الجزائر سعر الطاقة أرخص بسبع مرات على الأسواق العالمية هذا ما رح يجدب المستثمرين الأجانب للولوجة للسوق الجزائري للاستثمار إذن سينا بجمعات تتوقعون ارتفاع هذا الرقم إلى مساويات أعلى بعد سنوات من الآن نعم لأن قانون المالية لسنة 2024 تكلموا على 18 مليار دولار تاستثمارات حكومية وهذا شفنا 4700 مشروع يمثل 15 مليار دولار هنا بشتوف الموازنة باللي ما زال هنالك هذه السنة الأولى وخاصة بعد صدور قانون توزيع العقار يستنو في منشور تطبيق رح يزيدوا الاستثمارات لأن العديد من الاستثمارات ما عنداش عقار صناعي لكن بعد صدور هذا القانون رح يشوفوا في سنة 2024 استثمارات أخرى كبيرة خاصة بعد توفير العقار الصناعي للمستثمارين الجزائريين والأجنب طيب سيد نبيل جمعة وإضافة إلى هذه النقاط التي تطرقت إليها سيد خضراوي إذا تحدثنا عن قانون الاستثمار وربما قد يوفقني سيد نبيل جمعة نتحدث دائما عن المشاريع الاستثمارية الجديدة عن مستثمرين جدد يريدون دخول الأسواق لكن نادرا ما نتحدث عن كيف يمكن أن يساهم قانون الاستثمار الجديد هذا في توسعة ويعني تطوير الاستثمارات الموجودة أصلا في الجزائر كشركة نشطة في الميدان قبل صدور قانون الاستثمار هل ترون أن قانون الاستثمار الجديد جاء بمواد جاء بنقاط ستساعدكم أو يمكن أن تساعد شركة الجزائرية بصفية عامة من توسيع نشاطها من تواجد أكثر من فتح فرع أخرى الاستفادة ربما من امتيازات أستاذ قبل ما يصدر القانون الاستثمار الجديد يعني كانت القوانين تتخبر يعني قوانين كل سنة في تجديد القوانين قوانين غير مكيفة للنشاط الاقتصادي بعد صدور هذا القانون الاستثمار اللي عنده بعد استراتيجي يعني على المدى البعيد قوانين ثابتة قوانين تتميز بها هذه القانون المالية الجديد أصلا يدعم القانون المالية جديد رح يمدرنا نفس واستقرار ويزيدنا ثقة أن ننتج أكثر لأنها القوانين ثابتة وطويلة المدى نعم سيد محمد خضراوي مسير مؤسسة خاصة شكرا لك جزيلا شكرا شكرا لكم شكرا للمتابعات شرق شكرا للمتابعات شرق وشكرا موصول أيضا لسيد نبيل جمع الخبير الاقتصادي كنت معا مباشرة عبر سكايب أيضا مشاهدين هذه الحصة لازالت متواصلة بعد فاصل قصير ولا نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين أهلا بكم معنا من جديد في متابعات وكما تتابعون معنا في الجدول استلم اليوم الخميس أولياء التلميذ كشوف نقاط أبنائهم وهذا بالنسبة للفصل الأول من السنة الدراسية في يوم مفتوح نظمت وزارة التربية الوطنية لهذه العملية وهذا تزامنا أيضا مع بداية العطلة الشتوية في متابعة أيضا سنتطرق إلى ما جاء في بقال لجريدة الشروق اليومي حيث أفرزت النتائج الأولية لاختبارات الفصل الدراسي الأول تحصل تلميذ الأولى متوسط على علامات وصفتها الجريدة بالصادمة وهذا في جلية المواد الأمر الذي أربك الأساتذة والمديرين على حد سواء في حين تم الوقوف على تحسن كبير في نتائج تلميذ المرشحين لاجتياز امتحان شهادة البيامة والذين تمكنوا من صنع المفاجأة في مقابل ذلك فقد تم تسجيل تفوق تلميذ البكالوريا العلميين على الأدبيين رغم الغيابات محاورنا في هذا النقاش كشف الفصل الأول تقييم للنتائج والمتعثرون في الفصل الأول أيضا من سنة الدراسية فرصة للاستدراك وأخيرا ضغط الأولياء بين النتائج والصحة النفسية كيف يمكن الموازنة هذه النقاط سننقشها مع ضيفنا في البراطوسيد جلالدين بن قسيما المختص في علم النفس التربوي أهلا بك معنا أستاذ جلالدين شكرا جزيلا استضافة وبداية ربما الأهم في تنظيم حصص وحوارات في هذا التوقيت هو أن الكثير من الأولياء سيد جلالدين بن قسيما لا يعرف كيف يتعامل مع النقاط التي جاء بها أبنائه مثلا أستاذ تلميذ الذي تحصل على نقطة جيدة أو ذلك الذي تحصل عن نقطة متوسطة أو الذي تراجع مستواه أو الذي تحسن مستواه في كثير من الأحيان ولي الأمر قد يعني يريد أن يعرف أكثر من مختص في علم النفس التربوي وكيف يجب له أن يتصرف مع ابنه في هذا اليوم وهو المقبل على عطلة الشتاء نعم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة كما أشرت اليوم كان هناك يوم مفتوح استلم فيه الأولياء الكشوف واستفاد كذلك من استقبال للأساتذة والسادة وسيدات مديري المؤسسات التعليمية بما في ذلك الإداريين على كل هذا اليوم المفتوح جاء بيننا على تعليمات وزارة التربية الوطنية في الندوة الوطنية المرئية التي قام بها سيد وزير التربية الوطنية في الخامس الفارط بتاريخ 14 من الشهر الحالي على كل تعليمات كانت واضحة كان هناك سبقت عملية تسليم الكشوف بما في ذلك التحضير لتصحيح الجماعي للاختبارات وإطلع كذلك التلاميذ على النماذج الصحيح الاخره ثم حجز هذه النتائج في الممرمج المعلوماتي الخاص بوزارة التربية الوطنية من طرف الأساتذة كانت هناك عمليات سبقت هذا اليوم المفتوح على كل الأمور يسير نحو الأفضل من ناحية التنظيم هناك حقيقة مجهودات كبيرة تقوم بها وزارة التربية الوطنية خصوصا في الصالتين الفارطتين أما بخصوص كما أشرت مخرجات النتائج أو جودة النتائج في الحقيقة نحن كممارسين في الوسط المدرسي لا نحكم في اليوم الحالي مباشرة النتائج وإنما هناك حقيقة دراسات وما يسمى بتحليل النتائج نقوم به ربما نحضر الآن الأسبوع الأول إلى غاية الدخول في الفصل الثاني ثم نقوم بتحليل النتائج في مختلف المستويات وندرك من خلالها ما هي كما أشرت مواطن الضعف ومواطن القوة كذلك كما أشرت الأولياء نلاحظ في الأولياء الأخيرة أنه هناك طلبات كثيرة على الخدمات النفسية أو ما يسمى بالإرشاد النفسي في الوسط المدرسي هناك حقيقة تحولات في المناخ المدرسي عموما يحتاج إلى ربما دراسات ويحتاج إلى رؤية جديدة وكبتا للتحولات الاجتماعية كيف هي هذه التحولات السابقة؟ والله حقيقة نحن لما نشوف نتكلم على المناخ الرقمي هذا ما يثير انتباه الأساتذة وحتى المختصين في الشأن الطربوي وحتى السيكولوجي نلاحظ علاقة أو نلاحظ وقت كبير ربما يهضر في ما يسمى بالخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي أو منصات التواصل نحن نعتقد كمختصين بناء عدة دراسات أجريت في هذا المجال أن الاستخدام المفرط لهذه التقنية ما يسمى بالتقنية الحديثة بما في ذلك سواء المنصات فيسبوك أو بكثرة الطفل الآن أصبح لا يمكن أن ترقبه لما يستغمل هذه الأدوات أو هذه الوسائل التكنولوجية نحن نعتقد أنها تؤثر ربما تؤثر كثيرا في ما يسمى بالزمن الدراسي أو الوقت الذي يأخذه وربما تؤثر كذلك حتى في العملية العقلية هناك عدة دراسات أجريت في هذا المجال وبالتالي الآن أعتقد أنه كثير من الأولياء يهرولون أو يبحثون عن تفسيرات يقول لك أنا ابني ربما تحصل كما أشرت نتائج مرضية في البيام ثم سنة أولى ثانوي يتعثر في فصل أول أنا أعرف باللي هناك ما يسمى بضرورة تحسيز هؤلاء تناميذ المقبلين على المراحل الانتقالية تقولوا مراحل الانتقالية تكلموا على السنة الخامسة ينتقل إلى السنة الأولى متوسط ثم من السنة الرابعة ينجح في شهاد التعليم متوسط ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي وكذلك الجميع هذه المراحل الانتقالية هي مراحل حساسة حقيقة لأنه علاش التلميذ ينتقل من مناخ معرفي معين وحتى مناخ اجتماعي ونفسي إلى مناخ آخر دون أن ننسى أنه هناك مرحلة نمو لا تتوقف نحن نشوف بهذه المراحل الانتقالية حقيقة يصر فيها تغييرات الأولياء ما يفهموش ما هي تفسيرات لكن بالدرجة الأولى نحن نعتقد أنه تقريبا هناك أمور إيجابية مفهرة في المناخ في الوصل المدرسي لكن هناك أمور ربما لا يتحكم فيها الأستاذ وحتى الولي نتكلم هنا عن الاستخدام المفرط لشبكات الانتقالية بحدثك عن هذا الاستخدام المفرط لشبكة مواقع التواصل الاجتماعي أو عن التكنولوجيا بصفة عامة أستاذ جلالدين دعنا نقول أننا لسنا لتو في بداية هذا المسلسل إن صاح التعبير نحن أمام أول جيل نشأ أمام الهاتف نحن أمام أول دفعة دراسية إن صاح التعبير فتحت أعينها على الشاشات الهواتف سيد جلالدين متى ستظهر النتائج وهل بدأت تظهر في المدارس الآن والله الحقيقة أنه ربما كما أشرت لو كان نعود نقول له فقط إلى الوراء وفق الأدب التربوي نقعه مثلا دراسة أجريات أو كتاب للمختصة في علم الأعصاب الدكتورة أو البروفيسور جرينفيلد سوزان أشرت في كتابها الذي ألفته في سنة 2014 وكأنها توقعت أو رأت أنه الطفل 2020 سوف يهاني من مشكلات على مستوى العملية العقلية يقول العملية العقلية نحن نتكلمه هنا على أهم ما يحتاجه التلميذ داخل غرفة الصف نتكلمه على الانتباه السيطرة الانتباه هي أن تكلمه على الذاكرة هي أشرت في كتابها أنه هناك أصلا الكتاب كنت ترجمه بالإنجليزية كتابها يقول لي العنوان دياله تغير العقل هي أشرت أنه هناك حقيقة تغير في ربما الارتباطة العصابية أو حتى قدرة الذاكرة على أنه تعمل بكامل قواها وبالتالي هي أشرت في الكتاب أنه هناك إحتمالية أنه تكون عند الطفل أو المراهق في الوسط المدرسي ملحاقة للذاكرة ما معنى ملحاقة للذاكرة أنه تحتاج الذاكرة دياله إلى التعافي نبدو مثال بسيط لو كان سخصيه الآن أي واحد ربما إنسان كبير يقول له ما هو تاريخ اليوم يجبد الهاتف يشوف الكاروندري بالتالي الذاكرة البشرية أصبحت لديها ملحاقات وهذا بفعل واش؟ بفعل استخدام المفرط سواء في محركات البحث المتصفحات إلى آخره أعتقد أنه ظهرت في بعض المستويات المخرجات أو الاستعمالات غير المراقبة لهذه التكنولوجيا لكن عموما هناك كما أشرت نتائج مرضية في بعض المستويات خصوصا ربما نشوف لديهم وعي أصبح لديهم وعي إقسام اختبارات أو الانتحانات الرسمية البيام والبكالوريا طيب سيد جلالدين نذهب إلى نقطة أخرى وهذا الموضوع دعنا نقول أنه كان حاضر بقوة على شاشة قناة شرق نيوز أو حتى الإعلام بصفة عامة الآن الجميع أصبح في هذه الأيام يتحدث عن ضغط يمارسه الأولياء تجاه أبنائهم يتحدثون عن كيفية الموازنة بين النتائج الجيدة وبين الصحة النفسية للتلميذ أستاذ جلالدين دعنا نقول أن هذا النقاش قد يكون نقاش جديد عن الكثير بالنسبة لكثير من الأولياء مثلا كيف يمكن أن نفهم هذا الموضوع أكثر الصحة النفسية للتلميذ قد يفهمه البعض أو قد يرى البعض أنه من واجبه بل من دوره أن يمارس نوعا من ضغط على ابنه لكي يتحصل على نتائج جيدة فعلا هي في الحقيقة هناك ما يسمى بالتعلم الرسمي الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية وبعض المدارس أو المؤسسات الاجتماعية في الوطن لكن حقيقة هناك ربما موضوع يتطلب الدراسة والتمحيث وهو ما يسمى بالتعلم غير رسمي تعلم غير رسمي ما معنى ذلك معنى هناك قنوات اتصال أو مواقع يقدر يتعلم منها الطفل بطريقة غير رسمية والإشكال يرون بطرح الآن حسب عديد الدراسات أن تلك التعلمات غير رسمية هي التي تستحول إلى مهارات أو سلوك اجتماعي وبالتالي أعتقد أنه بعد هذه الفترة حقيقة نروحنا من عالم تقليدي إلى عالم رقمي حدث هناك تغير في السلوك الاجتماعي وحتى التصورات من هذا المنطلق ربما سيكون هناك كما أشرت عدم توازن ربما نقص الحوار الأسري بناء تصورات جديدة لدى هؤلاء المراهقين ربما سيقع هناك نوع من الضغط وبالتالي نلاحظه في كثير من الحالات أنه هناك مشكلة في الاحتفاظ حتى بعملية الانتباه كعملية عقلية سواء في الحجورات أو في أماكن المطالعة وبالتالي هنا الولي سيشوف سيلاحظ ربما التدني سيلاحظ استدعاءات سيلاحظ ربما شكاوة من إدارة مدرسية لهؤلاء التنميذ سيمارس ضغط وفق ما يحمله متصورة هذا الولي لكن احنا كمختصين نقوم بماذا؟ نقوم بتوجيه هؤلاء الأولياء نقوم بتوجيه كذلك هؤلاء التنميذ لمنظومة القيم التي تمكنه من تحقيق نحن نشوفه هناك مشروع شخصي لهذه التلميذة ينطلق من السنة الأولى ومتوسط إلى غاية أنه يحصل البكالوريا اليوم المفتوح كذلك اليوم أنا كنت في اليوم مفتوح في مؤسسات حقيقة حاجة أنا نشوفها هي كانت كي أنا مقبل لكن لما كانت هناك رسميات وجوه هناك كذلك نعم من طرف مديرية التربية ملاحظين وكانت حقيقة اليوم كامل كان في نقاش متعدد وجهات النظر ما بين الأولياء والتلاميذ وربما تبرمجت لقاءات طورية فيما بعد العطلة إن شاء الله بالتالي نحن نثمنه اليوم المفتوح في حداته ربما أعتقد أنه هناك نقص في التواصل بين المدرسة والأسرة يبدأ من إعادة هذه العلاقة الارتباطية ما بين المدرسة والأسرة لأنه مستحيل بجر المدرسة وحدها تتمكن من كما قلوا تحقيق الغايات بدون موساء عادة يجب أن العائلة أيضا تساعد في هذه العلاقة طبعا طبعا نجب أن يكون هناك التنسيق لأنه الهدف مشترك في نهاية المطاف طيب قبل الختام سيد جلالدين بن قسيمة نعود إلى مصطلح عادة كثيرا في حديثكم وهو الانتباه يبدو أن هذه المعضلة هي معضلة العصر أكيد حقيقة الانتباه نحن نشوفه في دولة الفسيكولوجي نشوفه بالليه في مختلف تخصصات علم النفس المعرفي عملية الانتباه هي أولى عمليات انتقال أثر التعلم أو تثبيت المعلومات والمشكلة الكبيرة اللي نشوفه فيه أنه هذه العملية وكأنها اندثرت نعتقد أنه هذه العملية تحتاج إلى التعافي عن طريق ماذا؟ ربما التدريب وربما كما أشار كذلك السيد الرئيس الجمهورية في تعهداته تعهد 37 أعتقد أنه المدرسة هي إطار عام للإيقاظ الفكري وهذا ما تحاول الوزاة التربية الوطنية أن تجسده في أرض الواقع نحن نتمنى أنه نروح إلى ربما ورشات أخرى باش نعالجوا هذه المشكلة ويمكن تعافي من هذه المشاكل إنسحة تعمل أكيد أكيد طبعا لأنه لاش نشوفه باللي هناك تكوين حقيقي لأساتذة تعالى التعليم المتوسط نشوفه باللي هناك إدراج مواد جديدة نشوفه مثلا في مرحلة التعليم الابتدائي أكثر من 12 ألف أستاذ في التربية البدنية هذه الأمور هذه النشاط اللصفية هي التي تعين نحتاج الآن كذلك ربما إلى تكوين أساتذة أو خارجي الجامعات بالاستعانة بربما الدكاتير الأجراء اللي راهم الآن ينتظروا في فرصتهم يمكن تكوين هؤلاء خارجي المدارس العليا وحتى نحن نشوفه استدراءه في مدمج الآن هو خارجي الجامعة الجزائرية وبالتالي نشوفه كذلك بلعدنا فرصة كيفاش نوضفه هؤلاء انطلاقا من ماذا؟ من حاملي شهد دكتور ماجستر الذين الآن هم موضفين بزاف قطاعات وبالتالي ممكن جدا أن نوصلوا إلى التعافي نعم جميل جدا سيد جلال دين بن قسيمة المختص في علم النفس الطربوي نتمنى أن تجمعنا مواعيد أخرى للتطرق إلى نقاط في غاية الأهمية تفضلتم بها شكرا لك على تلبيتك الدعوة وشكرا موصول أيضا مشاهدين لكم أنتم أيضا على كرامي الإصغائي وعلى المتابعة في أمانك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة